مهمين جداً قبل مطلع الفاصل واستابل ناقد الرياضي ومدير تحرير الأهرام الرياضي اللي أستاذ عبد المنعين فاهمي النهاردة عايز أقول خبر بصراحة أسعد على المستوى الشخصي وأسعد كل الأهلوية وكل الناس اللي بتحب لعبت الكورة النهاردة رامي ربيعة كان ضمن التشكيل المثالي لأفضل 11 لعب شاركه في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهايات كأس الأمم قدامنا طبعاً ناسوفا السكر يمكن دي من أهم المواقع اللي بتاهم الإحصائيات ومتخصصين في الإحصائيات والأرقام الفنية في مباريات الكورة الإفريقية وضع رامي ربيعة في التشكيل المثالي لتصفيات كأس الأمم الإفريقية رامي وجه انتقادات عديدة ولعب يعني في فترة صعبة جداً وكان على وشك الانتقال لنادي المؤولين العرب في فترة زمنية قريبة جداً مش بعيدة ولكن قدر بالتحدي وبالإصرار أن يضع نفسه في التشكيل الأساسية في الأهلي وفي المنتخب الوطني قدر يفرض اسمه ومكانته في التشكيل الأساسية كمدافع وكهداف مع الأهلي ومع المنتخب الوطني عشان النهاردة نشوف الأرقام والإحصائيات لسوفا السكر يكون رامي ربيعة ضمن التشكيل المثالي أنا كنت أتمنى كمان أشوف محمود حسن تريزيجي في هذا التشكيل لأنه بصراحة التشكيل برضو كان فيه حاجة غريبة اتنين من اللعاب منتخب ليبيا ليبيا ما تأهلش للتصفيات ولكن هم عاملين إحصائية رقمية بس الإحصائية الرقمية تقول كمان أن تريزيجي يكون موجود يعني تريزيجي داخل ضمن أفضل ثلاث هدفين في التصفيات الإفريقية ولكن عموماً مبسوطين بوجود رامي وبالتوفية رامي وتكون دفعة قوية لك مع النادي الأهلي والمنتخب في الفترة اللي جاي شكرا